إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا وبعد نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن قضية النفس الواحدة التي خلق الله منها البشر وأن الرجال والنساء مخلوقون أيضا من هذه النفس الواحدة وقلنا أن القضية الأساسية في ذكر القرآن لهذه الأشياء ليست تذكير بهذه الأشياء فالناس كانت يتساءلون بالله عز وجل ويدعو بعضهم بوجود الله عز وجل لكن القضية الرئيسية الكبيرة جدا هي درجة التطبيق في حياة الإنسان ما الذي ينعكس من هذه المعانع على حياة الإنسان سورة النساء تتكلم عن حقوق المستضعفين والمستضعفين في تلك المجتمعات كانوا أصناف كثيرة جدا من البشر لكن هنا سنجد تركيز كبير جدا واشتباك كبير جدا في تنظيم البيئة الاجتماعية في حياة المؤمنين في حقوق مالية موجودة للأيتام وفي بيئة انصح التعبير لم تتخلق بعد بالإسلام لا زالت تتشكل شيئا فشيئا وفي تصورات عن الأطفال انهم لا يحق لهم في الارث وعن النساء انه لا يحق لهن في الارث فهم لا يقاتلون ولا يحملون السلاح ولا يحمون القبيلة وبالتالي من لا يحمي ولا يقاتل لا حق له في المال فالمال هو فقط لمن يحمل السلاح ويقاتل المرأة هنا إنسان ناقص الأهلية ناقص الحقوق الأيتام أيضا مستباحون ماليا الناس اللي مشرفين عليهم في بيئات أصلا فيها قتال وفيها حرب فيوجد فيها الأيتام بكثرة هؤلاء الأيتام أيضا أموالهم تستباح وحقوقهم تستباح وتأكل اليتيمات اللي هم الإناث من الأيتام أيضا هؤلاء يتعرضن للزواج القسري ولأخذ أموالهم وللزواج منهم بدون صداق إذا نظرنا لهذا المجتمع كله سنجد فيه تشوهات ضخمة جدا ثم المجتمع غير منظم حتى جلسيا يعني مجتمع الجاهلية مجتمع غريب جدا فيه أنواع من الزواج في غاية الغرابة طيب كيف سيصلح القرآن الكريم بيئة مركبة هذا التركيب العجيب وتشيع فيها ظواهر من هذا النوع غبن للنساء لما يكوننا متزوجات غبن للأيتام الذكور غبن للأيتام الإناث أنواع من الزواج مختلفة زواج مفتوح بهذا الشكل الغريب جدا اللي كان في المجتمعات الجاهلية تنظيم هذه الحياة يقتضي أولا زراعة مفهوم أكبر من تصورات هذه المجتمع الجاهل تصورات أكبر من ما تحمله هذه المجتمعات لما ننظر للقرآن الكريم لما يبدأ أول آية من سورة النساء بقضية تذكير بأن البشر كلهم مخلوقين من نفس واحدة وأن النساء مخلوقات من ذات النفس اللي مخلوق منها الرجل ويدعو أن يتقوا الله عز وجل لأن هذا يؤسس لحل هذه المشكلات الكبيرة جدا وإعادة تنظيم المجتمع مرة أخرى تنظيم المجتمعات ليس مهمة يسيرة وليس مهمة بسيطة هي مهمة مركبة هل يستطيع الدين في مجتمع مفتوح الإنسان يتزوج أي عدد من النساء يشاءه الإنسان ممكن يكون في ذمة الرجل عشرات النساء وبغض النظر هو كيف يعامل هؤلاء النساء لكنهم موجودين على ذمته محجورات تحت إمرته وكان أيضا من ضمن الأشياء الغريبة جدا في هذا المجتمع أنه من حق الإبن الأكبر لما يكون عند أبوه زوجات وإذا مات الأب أن يلقي بردته على واحدة من النساء فتصبح ملكه يتزوجها بعد أبيه أو يمنعها من الزواج مطلقا أو يزوجها لمن يشاء كيف سيعالج القرآن الكريم هذه التشوهات الكبرى في بيئة الوحي اليوم طبعا البيئات اللي احنا موجودين فيها تنظمت بشكل كبير جدا نحن لا نتخيل كل هذا التعقيد اللي كانت تواجه دعوة الإسلام في لحظة نزول الوحي لكن بالتأمل في القرآن الكريم سنجد كل هذه القضايا معروضة في كتاب الله عز وجل على تشوهات المجتمع الأول وطريقة سلوكه في الفعل وفي ردود الأفعال السؤال الكبير جدا اللي هو دور الأفكار الكبرى في تحرير الإنسان من هذه الممارسات ودور التشريعات وتدرجها في نقل الإنسان من وضعية إلى وضعية اليوم مثلا احنا ننظر مثلا في قضية المرأة قضية المرأة موجودة عندنا الفيمينست أو الظاهرة النسوية اللي موجودة وفيها اعتراضات شديدة جدا على وضعية المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية وقضية هذه الظاهرة النسوية تنتشر في البيئات العربية والإسلامية مثل ما هي منتشرة الآن في أوروبا لكن الناس تعترض على كتاب الله عز وجل وأحيانا كثيرة جدا يبدأ السؤال هل أنصف الإسلام المرأة لكن لا ينظر الناس ما هي النقلة التي نقلت إليها المرأة ونقل إليها الإنسان بنزول الوحي لأن الوحي كان يتنزل على مجتمعات فيها هذه التشوهات الضخمة وهو لا يستطيع أن ينقلها فجأة من هذه الأوضاع إلى أقصى درجات الرقي الإنساني الوحي يصنع ما يستطيعه في لحظته متدرجا بالإنسان في الكمالات ويفتح له الأفق بعد ذلك لقضية التطور والبناء والكذا إلى آخره لأن استكمال الإنسان عناصر رقيه هذه مسؤولية الإنسان وتطوره الدين يفتح الأفق والإنسان يواصل الطريق في استكمال طريق الكمالات والحقوق والعدل وكذا إلى آخره إلى يوم القيامة ستظل البشرية في عملية إصلاح مستمرة للبيئات نحو القضايا الأساسية قلنا أنا أبدأ بالقضية الكبرى التي كنا نتكلم عنها ربما في بداية الحلقة قضية الأصل الواحد والجنس الواحد هذه القضية الكبيرة جدا أو في الحلقة الماضية قضية الجنس الواحد والأصل الواحد هذه أوجدت مفهوم حقوق الإنسان والقوانين العالمية لحماية الإنسان البشرية كم أخذت في رحلتها من التطور من العصور الوسطى الذي كان فيها الإنسان مستباحا إلى أن وصلت إنها تقرر إن للإنسان حقوق أصلية بكونه إنسان يجب على كل البشرية أن تحترم هذه الحقوق الوصول فقط لهذا النص المؤسس لحقوق الإنسان في العالم كم احتاجت البشرية من تطورات فكرية وتصورات حتى يجدس مجموعة من الناس ويقرروا الحقوق الأساسية لهذا الإنسان أو لهذا الكائن ثم كم درجة انتشار هذه الأفكار الآن في البيئات المختلفة هل كل البشرية تبعت ما ورد في دستور حقوق الإنسان وفي تصورات حقوق الإنسان وإما أولا أن البشرية لازالت تتخبط في كثير من المناطق ولازالت الفجوة بينها وبين تطبيق هذه الحقوق الأساسية للإنسان لازالت فجوة كبيرة من المؤكد أن ما زالت الفجوة كبيرة جدا حتى في المجتمعات اللي في داخلها قدر كبير من الانضباط في حقوق الإنسان لمجتمعاتها هي لا ترى أن هذه الحقوق سارية على بقية خلق الله في الكرة الأرضية ما زال بين البشرية وبين الإقرار بالأصل الواحد للبشرية والحقوق المتساوية للبشر ما زالت هناك مسافة كبيرة جدا لكن البشرية على كل حال تتطور طورا بعد طور في التقدم نحو هذه الحقوق الإنسانية الكبيرة جدا الدين لما يتنزل في مجتمع معين هو يفتح أفقا للإنسان يفتح مسارا للإنسان للرقي يقول لهذا الطريق في الاتجاه الصحيح وهو لا يعطي النهايات كاملة لأن البشرية تتطور المجتمعات مثلا اللي بدأ فيها الوحي كانت مجتمعات بسيطة جدا لم تكن فيها تشريعات مكتوبة لم يكن فيها مؤسسات تحمي الناس يعني اليوم الأيتام في العالم العربي والإسلامي تحميهم مؤسسات تحميهم تشريعات تحميهم قوانين في تلك البيئات من سيفرض هذه القوانين على قبائل عربية منتشرة في الجزيرة العربية وليست هناك لا جهات تنفيذية لا شرطة لا بوليس لا قضاء منظم وثابت كل هذه القضايا هي بنت العصر لا يوجد فيها سجون لا يوجد فيها معتقلات هي بيئة كانت بكر تماما من المؤسسية كانت تعتمد أساسا على انصح التعبير وعي الإنسان بحقوق الآخرين إن شاء هذا الوعي كان معركة كبيرة جدا لأن قضايا التشريع والتقنين والكذا إلى آخره بقيت متخلفة كثيرا عن قضايا التقريرات الكبرى الدينية فالتقريرات الكبرى الدينية فتحت أفقا أمام الإنسان لكن إنتاج التشريعات الموازية لهذه القضايا الكبرى ظل متخلفا وبقينا إلى العصور الحديثة اليوم لا نمتلك التشريعات التي تصل بالإنسان إلى كمالاته لا زالت البشرية تعاني من التفرقة وتعاني من العنصرية اليوم نحن مثلا في أوروبا وحتى في العالم الإسلامي نعالي من ظهور اليمين الذي يرفض وجود الآخرين ويريد صادر الآخرين ويدعي النقاء العرقي ويدعي النقاء الديني ويدعي كل هذه القضايا متعلقة بنمو الإنسان وتطور الإنسان في بيئاته فالدين لما يأتي إلى بيئة معينة يحاول أن يصعد بها درجة درجة يحاول أن يقودها لكنه في ذات الوقت يفتح أفقا ساميا للإنسان إذا تأمل المبادئ الكبرى وحدة الجنس البشري والأصل البشري قيمة كبيرة جدا تبدأ بها سورة النساء ليس لنعبر عليها سريعا للتفصيلات لكن لتصبح حاكما للتفصيلات وحاكما للأفق المستقبلي للإنسان ما هو الفضاء الذي سيصنعه هذا التقرير العام في حياة الطفل في حياة اليتيم في حياة اليتيمة في حياة المرأة في علاقة الزوج بزوجته في التشريعات التي ستنشأ عن هذا الوعي الجديد والمتجدد بالدين إذن إحنا لما نتكلم عن القضايا الكبيرة ونركز على القضايا الكبيرة أقصد بها أن نضع الأسس العميقة للدين إذا غابت الأسس العميقة للدين وغرقنا في التفصيلات التفصيلات تقودنا إلى تفصيلات ثانية لكن بدون هداية سماوية حقيقية في الاتجاه ولذلك البشرية يمكن أن تسبقنا بمراحل كثيرة جدا لأنها اكتشفت الاتجاه بينما نحن من نمتلك الوحي غاب عننا الاتجاه فقد نغرق في التفصيلات وفي الاتجاه المعاكس لمطلب النص القرآني والسمو الديني المطلوب من الإنسان هذه المجتمعات العربية والإسلامية اليوم في مأزق تاريخي ضخم هذا المأزق التاريخي لا ينكره أحد نحن مهددين في وجودنا واستقرارنا وتنميتنا ومهددين في عقائدنا ومهددين في أشياء كثيرة جدا لكن ليس بفعل الآخرين وإن كان فعل الآخرين موجود لكن بعدم الوعي بالأسس الكبرى اللي تبنى عليها الحضارات ويبنى عليها التقدم بناء الحضارات وبناء التقدم يبنى على أسس أساسية كبيرة جدا وسورة النساء تكلمنا عن أولى هذه الأسس وهذا الاتجاه الكوني الإنساني المسلمين اليوم يستطيعون أن يضعوا لأنفسهم بين أمم الأرض علامة ليس فقط في الصناعة والزراعة البشرية تفوقت في هذه القضايا لكن في الأفق الإنساني السامي هل نقدم نموذجا في تشريعاتنا في قوانيننا في سلوكنا في حياتنا هل الإنسان الذي يعيشنا كمسلمين من غير المسلمين ومن المسلمين المستضعفين الذين يأتون طلبا للرزق يعود إلى بلاده وفي ذهنه صورة سامية للإسلام وللمسلمين يعني بعض الناس لما يريد يتعامل مع الآخرين بمعاملة حسنة يريد يتعامل مع الخادمة مع السائق مع الإنسان اللي في الشارع مع الإنسان الذي ليس من جنسه ليس من بلده لا يحمل هويته ينظر أن هذا عبء عليه وهو بالتالي كفرد يتأبى أن يفعل ذلك لأنه يحس أن هذا واجب ومحمل عليه لكن ماذا عن حقه هو كإنسان هو لما يقدم لبقية البشر هذه الحقوق ملايين البشر هو يطالبهم أن يقوموا بذات السلوك نحوه يعني اليوم إحنا لما نعامل أحد في بلادنا معاملة حسنة إحنا نقول هذا فرد طيب إحنا لما نذهب إلى بلاد الآخرين ونزورهم فيها يا ترى ماذا نطلب منهم أن يعاملونا كيف نريدهم يعاملونا بالإحترام بالحق بالعدل بالكرامة ماذا يعني ذلك إن ما نعتقد أننا نفعله مكرهين إحنا نطالب الآخرين كلهم أن يفعلوه في اتجاهنا كل حق عند الإنسان يقابله فعل يطلبه من الآخرين عندما تنظر للصورة كاملة أنت لما تتصرف بصورة حسنة أنت تطالب البشرية كلها أن تعاملك أنت بصورة حسنة هذا المفهوم يغيب رغم بساطته عن عقولنا يعني تقول لواحد أحسن إلى الناس يقول لك يا أخي هذا ما يستحقون طيب لآخرين ملايين البشر سيقول لك أنت ما تستحق هذا التعامل هل تقبل؟ هل يناسبك ذلك؟ هل يناسب أولادك ذلك؟ هل يناسب أسرتك ذلك؟ هذه القضايا الكبيرة جداً المتعلقة بي تقابل الحقوق والواجبات وأن أنت ما تقدمه كفرد من سلوك حسن ملتزم بالإنسانية يقابله مطالبة الإنسانية لك ولأسرتك ولعائلتك ولكل الناس اللي يحطنك ومن تحب بأن يعاملك ذات المعاملة هذه القضايا الكبيرة اللي محتاجة تذكر في رمضان وفي غير رمضان في حياتنا وفي سلوكياتنا ومشاعرنا نحتاج أن نحن نضاحها في بؤرة تفكيرنا وتصورنا إلى هنا أتوقف معكم أطلت عليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل ألقاكم في حلقة قادمة ونستكمل رحلة المفاهيم الكبرى في الدين وعلاقتها بتقدم المجتمع والتحضر وعلاقة القرآن بهذه المنظومة التي تقدم المجتمعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر